خلينا نتكلم يا سستاري معاك عن أنواع الأدب اللي دايماً بترشحها لسنة أقول أقراءة يعني زي ما بنقول كده بالبلدي يعني أنا لسه سنة أقول أقراءة خالص وبتحاول تشجعني إن أنا أقرأ بتحاول تحببني إن أنا أقرأ هترشح لي إيه؟ هتقول لي إيه؟ والله هو ده هيتوقف على الفئة العمرية بتاعة القارئ نفسه اللي هو لو سنه صغير أو من اليافعين يعني على حسب الفئة العمرية بحدد بديت وعدها هر يبدأ إن نحدد بقى هو وهو بيحب إيه من الأفلام ده ده برضو مدخل كويس قوي يعني هو لو بيحب أفلام الأكشن هيبقى مناسب إن إحنا ندي له حاجة تليئة على ذوقه أيوه ما ينفعش ندي له حاجة تبقى صعبة عليه أو أعلى من إمكانياته في التوقيت وده دلوقتي تقفله من القصة إحنا عايزين نجزيب وعايزين نحببه في الموضوع من فلو بيحب البوليسيا هيبقى بيحب مثلا الحاجات القياس والروايات البوليسية والحاجات زي كده أوكي ففي التوقيت ده بقى الحاجات الصغيرة السريعة تبقى مناسبة جدا زي السلاسل مثلا السلاسل روايات الجيب موارد الطبيعة وملاء في المستقبل والكلام ده تبقى مدخل كويس قوي منها بعد كده ممكن يطور نفسه فلو هو ده فئة القارئ اللي احنا عايزينه في السن ده هيبقى كويس قوي لو القارئ كبير شوية في السن هيبقى المجموعات القصصية أفضل بالنسبة لك إنها ممكن تبقى مجموعة قصية فيها أكتر من فكرة تشد انتباهه بإيقاع سريع كمان بالنسبة للإيقاع اللي احنا فيه ده بيكون مناسب لو ست بقى طب إحنا قلنا قارئ طب إنت دلوقتي لو فيه بنت أو ست لسه بتحاول إنها تستثمر وقتها بترشح إيه للسيدات بترشح إيه للبنات أو إنت من وجهة نظرك شايف البنات بيحبوا يقروا فيه أكتر هو ستات عموما بتميل للأدب الرومانسي أكتر يعني الرومانسي أدب الرعب أه طبعاً واستغربت جداً استوقفني جداً إن البنات أو السيدات بيحبوا أدب الرومانسي وفيه فئة في الرعبة ساميش منتشر عندنا قوي في الأدب العربي الرومانسي دي بتبقى موجودة قوي بره زي مثلاً سلسلة تويلايت كبه دي رعب الرومانسي فها تجمع بمن اللي حاجتين هم بيحبوها فهتلاقي شعبياتها مجموعة هم غويين رعب السيد دي يا أخي والله إيه